قبل انتلاق اللقاء الفرنسي باتريك لوفيغ في المدارج لعدم امتلاكه اجازة مدرب تسمح له بتوجيه لاعبيه من بايك الاحتياط وبعد 25 دقيقة خارج بالساسي بيدوره يقصيه محمد سعيد الكردي لاحتجاجه على قرار الحاكم يعني في كلمة دربي مغير جنهور ودربي مغير مدربي في غياب بلال العيفة بسبب انتزاماته الدولية مع المنتخب في مباراته ضد غينة الاستوائية التشادي ايزيكان يحمل شارة القيادة في الافريقي والملعب التونسي بتشكيلة مثالية في اللقاء رقم 112 بين الفريقين دارت الكورة مليح بين مروين تاج وبن عمار ترجع امام السلامي بتصويبه مرة لجنب الاخشاب ورد الافريقي يقتصر على ركنية نفذها النفطي وانهاها ليعقوب عالي الوقت اللي تكافأ فيها اللعب حارس الافريقي كاد يهدي للمرعب توسي هدفه لكن تصويب التلمسراتي مرت بجنب المرعب 24 دقيقة لعب طورة ملحاج مسعود الحمز العقر وخطاع فادح من المبروكي وكلفه الانذار ليمنح الافريقي ضرب الجزاء أولها سيف الدين بالعكرمي الى هدف اول الافريق اذا كان خطورة ابناء لوفيك جات بالاساس من الجهة اليمنى يوجود الحاج مسعود والمتقلب حمز العقرمي فانه عمليات المرعب توسي كان وراها محمد بن عمار في مرة اولى يمر في العمق المهدي الورثاني لكن يضيع هدف التعديل وفي مرة ثانية بن عمار يراوك يدور ويساوب خارج المرعب المرعب توسي يلغط بقوة في نهاية الشوت لكنه يلقى امامه حارس ممتاز منع المسراتي من التعديل على بعد مترين من المرعب اللاكس متاعنا مريقلة البلوز امبورتان اليوم هي تروى بوان الحمدول البرمير ميتان ربحين وان شاء الله نكملو كاك دوزان ميتان ان شاء الله اربع دقائق على انتلاق الشوت الثاني كورة في العمق من حمز العقرب في اتجاه زيكال اسرع من عبد كريب كوسي لكنه يخطأ المرم ثم بالعكرم يحاول المباغت من وسط الميدان وبالخوجة يتفطن في الابطار الاخيرة ويمنعه من تسجيل هدف تاريخي ملعب توسي وجد صعوبات كبيرة لفرض طريقة لعب واعتمد التزديد عن طريق مروينتاج وكذلك مجد المسراتي بعد سلسة من المراوغات يصوب لكنه يعجز مرة اخرى على مغالط تعطف الدخيل ينعيش بعدها لقاء داخل اللقاء بين الزيادة وبالخوجة لعب الافريقي في كل مرة يتلقى التمريره من نفتي يتساوب بقوة وحارس الملعب توسي في كل مرة يتقلق ويتصدى للتصوير ابناء خالد مساسي غابت عليها من الحلول المؤدية لمرمى الدخيل وحتى من الكورات الثابتة عن طريق اسامة السلم والافريقي بعد ضغط مكثف في نهاية اللقاء يتمكن من اضافة الهدف الثاني المطمن اسر عمل تمهيدي رائع من زياد انها العقربي تصويب قوية في مرمى بالخوج حمز العقربي رجول اللقاء لعب في موقع المهاجم جاء بضربة الجزاء وسجل الهدف الثاني ومنح الافريقي انتصار ثمين والمنعب توسي اخسر حمدي المبروك في نهاية اللقاء بالانذار الثاني واخسر كذلك مباراة كان يعاول عليها لتحسين مرتبته والخروج من عنق الزجاج من غير تعليق على ميلفي الخاص غدوا باش نتصل باللجنة المعنية لتسويت وضعيتي لمواصلة مشواري على بنك البودالي في مباراة اليوم عملنا كل ما يلزم كنا منضابطين فوق الميدان وبعض الجزئيات حكمت في نتيجة المباراة كلاسيكو نادي الأفريقي يفوز على الملعب التونسي هدفين مقابل سفر زوبير مباراة دارت بملعب زويتن ثاني مباراة للملعب تونسي وثاني هزيمة لي في ملعب ذبذات انتزا ما تعطيش اللي صار في المباراة لحقيقة عربي فما نقاط تحول كبيرة أول شيء لها فوات دفاعية من تضربة الجزاء الملعب التونسي كان مس كل شيء بديه الحاجة الوحيدة ما عرفش عملها هو تسجيل الهداف وهي الناس كل تسعى لتسجيل الهداف عملها فوات دفاعية أكثر من لازم المباراة تتلخص حسب رأيه في التصادي الكبير متاع عاطف الدخيلي اللي كانت تخلي واحد واحد بالمعطيات اللي كانت في المباراة والسيطرة الميدانية للملعب التونسي يبقى تسجيل الهداف الكرة ثابتة في الهدف الأول وهفوة دفاعية جابت ضربة جزاء مجانية من دفاع الملعب التونسي والشوط الثاني صبر النادي الأفريقي قاعد ينظم دفاع ومنظم عاطف الدخيلي ما شاء الله عليه المباراة الثانية والثالثة على التوالي شفته في القرون كذلك لعب مباراة محترمة شاكر رقيعي يعني مستوى قاعد يتحسن بالقداء بالقداء نعيم بن أحمد ولاية صغيرة على اللي صار زادة قاعد يلعب بالقداء بالقداء في الدفاع وفي الهجوم الاثنين النادي الأفريقي حسب الامكانيات الموجودة معناها تنظيم دفاعي محكم إزي كيل القدام تخل بن عقربي المباراة هذه على الأطراف ويحاول مع حمزة العقربي يعطيه حاجة في الهجوم مع الصبر الأندية اللي تلعب ضدها في الفترة الأخيرة كان شبيب تلقي روان نفس السيناريو بالضبط شبيبها تمسك الكورة ولا أفريقي يسجل ويفوز نفس السيناريو تعادل مع الملعب التونسي اللي ما عرفش يسجل الهداف بكل بساطة اللي ما يلقاش الحلول بسجل الهداف منجمش يفوز ومنجمش يخرج من الوضعية اللي هي فيها حاجة كبيرة خالد بن سيسي متحكمش في عسابه نشوف هذه مشكلة ثانية فما حاجة مهمة برشا اسكندر بالله بالنسبة لعبين هادل أفريقي لأنه سمعنا في وصل أسبوع يعني أضربوا مشاكل كبيرة ولكن اليوم هو وقت اللي جات المباراة أعطاه الكورة حقه وخدموا على رواحهم وخدموا خدمتهم هنا نقول وك تبدأ حاجة بيزم نقولوا أن هي بها أحتجوا وقت الاحتجاج اللي هي في التمارين بطريقتهم ولكن أحترموا النادي اللي يخدموا فيه ولعبوا مباراة ومفازوا بيها النادي الفريقي اليوم يجلب الانتباه من غير أجانب أجنبي واحد يزيكال خلينا من قائد الفريق هذه مواضيع أخرى ولكن بالإمكانيات الموجودة فما نواة متحاجة بيها بالنسبة للفريقي إذا يجي رئيس بيه وتتوفر لإمكانيات المدية تنظم الأمور أكثر فما رئيس الأسبوع الجاية ضمنه نعم عليكم جاني مشكلتنا في الإمكانيات الموجودة نعم في تقيقة والجانب المرة الرابعة تقريبا باتريك لوفيكي لحد الآن في نفس المشكلة يدخل المباراة ويتم إخراجه يعني ما يشفهم أنا فماش أنا أقول المباراة الأولى أنا أقول اللي قاعد يصير اللي قاعد يصير في النادي الأفريقي فيما يخص الوضعين تالوفيك ما يليقش فريق في حجم النادي الأفريقي يعني مش معقول كل أسبوع شنو يجم يصير حد شي باتريك لوفيكي عندو ديبلوم تاونتر نوف فورماتور ما نجمش يدرب في الرابط المحترفة لولا ما يجمش ترخيص السثنائي ما يجمش حتى السثنائي يعني حتى وصلوا في يخذو له في ترخيص متاع ديريجان يعني مش معقول المعاملات هذي يعني ما يجيش واضح يسمي شوفوا حل اسكندريزم شوفوا حل حتى المدرب مساعد في نادي الأفريقي ما يجيش هو حتى مدرب مساعد ما عندوش يعني مش معقول بصراحة ما يليقش بالنادي الأفريقي بحي أكيد لهاي المديرة النادي الأفريقي بشوف حل سريع لوضعية باتريك لفيك مش توقعتش في كل مباراة تصير الاشكالية هذي سيونس صحيحة أنا مش ندخلوا تمام المباراة هذي لذار الحكم الكردي لكن نتسائلوا علش الكردي معناها مرتين في جرة بعظهم للملعب التونسي معناها السبوع اللي فات مع المرسا اليوم يعاود مرة أخرى لنفس الفريق وذي يخلق حتى جو نعم مش مناه مريح للحكم وحتى للمسؤولين بسرعة نمر للقطات احنا دائما مش نحكي على لذيك وقت اللي وقع للطرد لكن نقول الحكم الرابع أول حكم قبل ابتداء المقابلة لابد أن يعلموه هو يعلم مسؤولين تعونه ما عندوش حق يدخل للميدان حتى ما نقعدش معنا مرة أخرى هو يدخل وإحنا نعاود ونخرجه فيه هذي اللقطة الولانية اللي حبينا نخبره فيما يخص المدرب نمشي للقطة الثانية اللي هي انتع ضربة الجزاء اللي ياو زبير أعطانا معناها عليها قال اللي هي معناها من خطأ فادح معناها من المدافع من حمد موضوع نشوف ضربة جزاء أو ليه نرجع نمشي للعملية اللي هي معناها على أثر تدخل عنيف من المدافع نحن نعرف عندما تكون القوة الزايدة هذه اللي جات بها المادة 12 فطبعا الحكم الحقا يعتبر أنه مثلا مخالفة ما فيها ما فيش التكاتف اللي هو معناها على فكان الكورة ولا على سيطرة على الكورة لكن كان دفع معناها مجاني كان قوي وهذاك الشيء اللي أخل العكم يخل القرارة اللي كان صايب معناها على ضرب الجزاء اللي هي معناها كذلك ترد المدرب الملعب التونسي وهذاك كل المشكل وينا وصار بداية تشوت لولانية وكان معناها ربما نقول بتقدم المقابلة ممكن الأجواء سخنت لكن نحن مازلنا في 25 دقيقة لولانية صار اللي صار وهذاك معناها غير مرغوب فيه فيه ملعبنا مرة أخرى لابد أن المدرب هو يعطي المثل لللاعبين تاو عندما نشوف مدرب يقصى من الملعب كيف ويكون الرسالة نتاع اللي بيش وجهها لللاعبين نتاع وهذاك مرة أخرى معناها لقصال لأنه احتج على الحكم وكان كل مرة معناها بصوت مرتفع وبحركات كذلك طبعا ما عندكش الحق انت فما مستطيل اللي هو يحكم فيه الحكم ما يدخلش فيه المدرب وهذاك اللي خلى أنه معناها الحكم الكرديو قصي مش يحتج علي النسي نبي المعلوم روط معك مرحبا بك مرة أخرى بطبيعة الحال